حرام عليك حرام عليك انت بتعملي فيها لك كده كنت شاركة على الرنص العيشة الملحبة تقلب في سنة كده انت بتعملي فيها كده بطلعت بياب تضربويا وبهديني كل يوم وتطلعت تبلى علي في المركز حرام عليك حرام عليك كفان انت بتعملي فيها خدت حدت وسكتت وبهدلتين وسكت قلت مش اشكال زي امك وعلى كده على طول ايه حرام عليك كفاء بق اعتبر لي بنتك هو لي مش بالقادمة مش بالقادمة زي زيك حرام عليك اقول لك اعتبر لي بنتك هو لي مش مرادة منك انفع اللي انت عاملها فيها بنت وابنت خالتك مرادة ابنت خالتك وخالتك حرام عليك لان رجالة تطلعت وتمسيقني فوقت ضربني في شققتي وتفتخ عليها الشق بلي كده لان اتبهدل والجر على السلة وقال مش بنت الناس برضو ليه يتب تعرف يا ده متابعين الاعزائي متابعين الدقاهلية لايف في كل مكان ارحب بحضراتكم في لايف جديد من داخل محافظة الدقاهلية نورهان طلعت معانا اكتر من مرة في انفراد على الدقاهلية لايف وحكينا او حكيت مشكلتها في البداية زي ما كتبت في العنوان حق الرد مكفول للطرف نورهان بعد قصتها معروفة مع اكتر عفوا في الكلمة من شاب وفتح القضية وتحقيق فيها قضائيا مشيت من بيت والدها في وقت حاسم جدا بتقول ما قدرتش اتحمل نظرات الناس عرضة جاية ومصرة انها تتكلم وتصور وتطلع تحكي مقاستها خلينا نسمع منها ايه اللي عنده نورهان عشان عايزة تطلع وتتكلم وتقول انا عايزة اوصل رسالة لحماتي والكل ام ايه اللي انت عايزة تقولي الحماتك يا نورهان تا تقل فيها وتقول لبنتها لازم تأكل يوم شهر فيها وتقول لك انا مش كباس في الشرع ايه اللي حصل ايه اللي اصابات اللي في الشيك دي انا مبالح وقفة بكالة موية في البلقونة في البلقونة في البلقونة شقيت فبقول لي في ايه يا بابا دايا حمات راحت عندي يده وشتماتهم وقالتنا اطلع مفلك محضر وتبلع عليكم وحبسكوا لو خلطوش بد ودوكوا تتنزع الايما والمؤخر وتتطلع قالها روحي انت عايزة تعمل اعمل ايه احنا انا مش ندعو الكلام ذا تقول لي بليك حتى هيصوم شوية تشتموا وتقولهم انتو هم مسكن بنتوك ابلي كده فقا ضد دعالة مع خمتشر راجل احنا بنتنا احنا مسكنة فقا ضد دعالة لا اشتعبي الكلمة داني اه امت عاد تشتموه وتزع فاني بقول لي بحكي لو ايه لا اطلو كذب فقامت بقول شوية الساعة وش ساعة المعاد اه وقفت في البلقونة بتشتبق الفاص خارجة وخلص مش شرط ان اقول ليش كلام انا اقفت في البلقونة انا اتكلم في البلقونة اما تقامت في الساعة المندي على خمالها وعلى رجالة اولاد خمالها اطلع عطل مش عارف ادي تفقين مع بعض عالفين شايفين الجوز هو صبح راح الشوخ امو يجي علي في الطرع وكلهم فاسخوا تلات رجالة واحد اسمه سعيد لا انا عايزة اسمائي انا عايزة اسمائي انا عايزة اسمائي انا اتكلم ليه هكذا انا انا عايزة اسمائي لا تقول شيء غير بلقا وحكة تحبط صحة كلامك لا تدخل كلامك شرط ان اتكلم انا انا عايزة اسمائي انا انا اتكلم تفضل اي قولي توني الفاسخ عليش اما سكني من البلاكونة الجرجرة حتى من خوفي منهم كنت هنطلوا سكني من البلاكونة عجانوني وجعوني جرجرة من البلاكونة لقد قطت النوم نستقل من الصلاة نستقل من دور الرابع لما الشرع تحت ما هو توني متكة حريموا الرجال يدقوا فيها بعصي وبالكاكيه ومش عايزين نعيش في البيت مش عايزين نعيش معاها وعايزين نطلق انت قولوا لابنكم وافق انه يطلعنا المستعد مش عايزين نعيش مش عايزين نعيش مش عايزين نعيش ضربتنا قبل كده وبدلتون قبل كده وكل فترة يضربون وكاملش خمس سيامة لو كونه يضربون انت كتبت المحضر باللي انت بتقوليه انبارح 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 لا ام حباسوني حباسوني في البيت حطلعه وعطيه تم المحضر وعفوضله وعدلني تحت بالشوم والعصي والعوبيق نورهان في بداية قصتك في بداية القصة انت كنت بتتحمي شاب بخطفك انت كنت بتتعالجي ايو اتتعالجي مخو احساب ونسا بحددت الساعة اه برضو اه تحجم علي وخططني وقعد في بيتنا وحجرني مدة اسبوع واعتدى علي وصورني وبدأ يستفق تفتزينه كل فترة وفي الفيديوهات وطلب مني فلوس ويعرضنا على اصحابه مش عايزة فتح وصراحة يعلم ما اللي خلاك لو كنت تترضى بداية نورهان لم تتحدثت علي وقد انت عاديك احدها منك بابش حتى أصحابه من أحلي بعدين كنت بخافة ان اتكلم مع حاد فيه بنا عادي بابش حتى ساعر ريه بعدين ابيا افله وعلا طول كنت مزدربه حصل وجود سفاحان وانجبت طفل صغير عمر وقد ادأيه عمرو صراح صورنا وانت اللي طلبت التصوير لو تتذكري انت اللي ألحيت وانا كنت رفضة في البداية وبخاف من قضايا لفها الشرف وبقول الساتر فيها أحسن والدك أصر على التصوير كتير جدا وألح وانتي أصريتي وانت حتفي طفل والناس بتقول لأبوكي ايه على الطفل ده كان بتقول له انت شان عليك على قديك ما تروح تلها وقتلها علشان كده علشان كده أبوكي قال لازم أتكلم وقال لازم أصور كانت القضية قبل ما نصور أتحفظي الحمد لله بعد التصوير الجهات الأمنية زي ما احنا متعودين منهم والنائب العام معالي النائب العام طبعا المحترم استجاب ليكي لما كنت بتقولي انت كنتوا بتطالبي بعمل تحليل دي ان ايه بصمة الوراثية لشباب اللي انت بتتهميهم أنا بقول الرد مكفول عشان كده بقول بتتهميهم لأن ما سبتش حتى الآن بتتهميهم بالتعدى عليك وبالفعل النائب العام استجاب للتصوير بعد التصوير على الدقاهلية لايف وانفراد كان كبير للدقاهلية لايف وأمر بفتح القضية والتحقيق فيها قضائيا في الوقت الحاسم يا نرهان انت تطفشت من بيت والدك وروح تتجوزتي زوجك الحال لماذا؟ من بصات اهلي الناس دليا بقي عدوا يشتموني وطفوا علي وزق انهم بالطب يقولي الكلام مش كويس على طول باستمرار في اليوم مرتين ثلاثة بس انت كده ضيعت حقك اعمل ليه ما لاتفش من اللي بحثة اتفش من المعاملة اللي بتعمل الناس بتعملها الناس بتقوله ابنك فيه؟ ابن مع ابوي سبته مع ابوك سبته ابيان مش عايز يسيبه ابيان متعلق بالوضو ابيان متعلق بالابوي روح تتجوزتي السيد ايه بعدها اتفاجئتي بيك بظهور جديد مرة تانية وبتقولي انا بستغيث وعايزة اوجه رسالتي للمسئولين ايه الرسالة؟ روحت لك قلتلي احكيلي انت كنت عايزة اه ايوه ابو اتجوزتي اعرفي احكيني الحوار اعرفي بعدها باسبوع ابو يعرف اه بعدتل الورقة العرفي مع عمي عمي انا وصلها لقدتل او وصلها لدرورة ابو اي شافها وكان عمل مع محضر اختفاء لي بعدما المحضر يجي ام بعدما المحضر يعني بعدما ان ظهرت راح عمل وضع الورقة العرفي للمركز قال له خلاص بذي اتجوزت خلاص اه تم تحويل العقد العرفي العقد شرعي ايوه زوجك السيد عمل الحقيقي اللي مكنش حد يتوقعه الناس بتقول لما البنت بتتجوز عرفي زوجها بيرخصها السيد عكس ده عمل لك ايمة؟ ايوه عمل لك ايمة برموية 8000 تقريبا 500000 ايوه ايوه مؤخر ايوه من سطرة مسلما في الدنيا سطراه الله في الاخرة وانا بحبها وشريها عشان كده عملت الايمة على الرجم من طيق الحال وانا ظروفي صعبة هوا شغل ايه نور هاي؟ ايوه شريكي ايوه عرض عليك اي؟ عرض علي ان هو اكتب الابني باسمك ابنك السورة في الكلمة ما تقول للناسة اللي مش عرفه حتى الان ايوه هو ابني مي مكتوب باسم واه واه عرض عليك يكتبه باسم ايوه حبيب الولد ما احببني شريكي متعلق بيه ايوه كنت محتقدة مجرد ما هتتجوزي الناس هتنسى الماضي ايوه وقت موقت تفكرة كده بس بالعاكس اتقلبت علي الايه اكتر ازاي؟ حماتي بقى كل يوم تسبني وكل يوم يساك الكلام وحش كتير اوه وتسبني و هو اتجوزيك من وراهم في البداية ايوه عرف ايوه بعد اجينا ابن ما نكتب رسمي ونسا كنت بنعرف قاعد واتكلم معه وقالت له يا ابن وادا انت بتحبه وشناوية شبهك وهتحفظه على بعض خلاص انا موافقت وفقت ايوه وبركتلكم الجوازه وقت اوه خلاص وكانت بتطلع تقعد معنا على طول باستمرار كله ايه بقى الله حصل عشان انا هواجهك على فكرة بكلامة قال من اهل القرية الربع هي الايلاه على لسانها بعد العيد الكبير مرا حتتغير سبيانها ثلاثة اخبار السيد قالواها قالواها لحنا الساد ومراته قاعدتك انوش اخصر انا اخصر كنت ثلاثة عشان خدر الساد ومراته شو اخصر ثلاثة عشان واحد بدأت تقول السيد ايه؟ بدأت تقول له خلات نزلك على الايمة والمأخر لا تفكر ايه معايشها معايشا على الايمته مأخرة ولا عزلها ايه مش عايشها معايشا كده عايشها معايشا بتحبيني ايه مش فالي جمهها او الايمة والاكخرة اقلت له طب ماشي احلاتي تنزلك قال لان عمرو بي خلاتي تنزلك ايه حق عشان هفصل لك حقك والدته ده على كلامك برضو انا بقول رد مكفول لها طبعا ايه طبعا وهقول لك ايه الكلام اللي وصلني من الربع ان دلوقتي انت بتقول لي فضلة بدأت تساوم السيد بايه بقى بتقول له بدان انت عايزها خلاص تتنزل عن ورسة كينة وفي البيت ده وفي البيت ده وتخلص وطلع برق اما قال لا مش عمر هتنزلها هتخلص وخلصت نزلك على قيمة مؤخر وتتطلق قال له العمر هسيب مرد النهاردة انتو عشت في بيت العيلة لكل واحد ليه شقة اربع اولاد او اربع شباب واذا حصل ايه زي ما قلتت حضرتك انا وقف باكلم واندي في البلد لا لما كنتو عايشين في الشقة و بعدين ايه هتخلنا في شقة او هتخلنا عزلنا و حاج تجات و ترسات في الشقة امم مشاكل بقى بدأت اشتاك روح نسيب نقفلنا شقة او عزلنا روح نقعدنا في البيت الاديا امم ايه ايجي بردك ورانا كل يوم مشاكلوا كل يوم و يضربوني و يبهدروني روحتوا في البيت الاديم اللي احنا جينا صورنا فيه قلتلي يتعدوا عليكم بالضرب و وكسروا الببان و وكسروا وكسروا المواسر الماية و شال البيان كنتو كاتبين بلك بدا انا عملت محضر لي وم سايد مكانش موجود وجيت حجيم عليه بهدروني وثلاث سوبيان امم و ضربوني وقتردوني وقطوا عليه الهدور حتى مردوشي خلونا نخش البس عباية امشي بها. نحن عملت محضر بكده. كانوا يضربوني والمطرقات تحت اللي جاوة. كان جسماء معلم دربهم كانوا يبهدلني يعني. عملت محضر بدا? ايو. معاك ارقام المحضر? ايو. اقول هل? بكة. زي ما احنا شايفين ومتابعين معاكم متابعين الاعزاء متابعة ده قهلية ليف. آآ الحقيقة كنا معتقدين ان مشكلة نورهان هتتحل لكن كل شوية بتفاجئنا وبتصدلنا بالجديد في القضية بتاعتها آآ النهاردة طلع بتقول آآ خلينا للاول نسمع عرقام المحضر وبعدين نقول رسالتك لحماتك ايه نورهان? اه آآ خمس تلاف تسوامية تسعة وعشرين. ده اللي تنبق ايه بالضرب? قد أتنبه هدر دان عملاً من الحد الفات يما ضربونه وبهدرونه قطعوا ايدي بالإزاز ايه التعوير اللي في وشك والقصابات دى؟ التعوير دم بارك وجسم كل منها تعوير وحضرتك رجلي من هنا برضو فمحورمتك مش هينفع نكشف اه تمام ودرحتي كلها متعورة وميدعم مين اللي عمل في كده كله؟ حماتي وولاد خالتها رجالة والحريقة اه تقال فقرة روبع ان انت اللي بتتعدى عليها بالضرب وانت اللي بتبهدي ليها وقالت انا كنت متقبلها وساكتها لكن اتلاقيتها بتتدخل في المراس بني وبنيبني وعايزة تاخد كل حاجة يكتبها باسمها هالكلامت صحيح؟ لا مستحق مانت لازم ترد علي لا مستحق ومستعدة ان انا وجهها وفي بس مباشر بول طب ليه ما فكرتوش في عمل جلسة عرفية بدل التصوير انا مفيت عالناس حضرتك بعد ما روحت سينة واعدت لجزء اسبوع وانا في سينة كانت كل يوم بتعمل فيها محضر جيت ماذا يريدك سينة؟ عملنا تمام المشاكل كل يوم وتضربنا اه انت هربا من المشاكل؟ اه روحت قعدت في سينة اسبوع لواحدك؟ انا وجوز قعدنا عندي ناس هلاك واشتغلنا هناك وما تنتصر علينا سألات الحبات كل يوم بتطلع تمام فيك محاضر وانزلت فعلا تلقيت عاملة فيها في خمس محاضر وانفسين خمس بس وانفسين قمت نازل وفي اليوم اللي نزلت فيها ما حسيتش بيا كانت اقوى في شققتها قمت رفض حبابوة وطلع على شققتنا على طول عدة لما لفيتوا على ناس عشان تعملوا جلسة عرفية وقعدوا كان ايه الرد؟ رداها كان ايه؟ انا عانيش عادة في عادات وكل يوم في مشاكل وكل يوم تطفع تساعد بيا في الشراء واشتغل فيه وانوش عادتها فضائح طب انت عايزة تقول لي ايه لو هي موجودة قدامك؟ اعتبالي زي بنتك يا ست واحدة ضريل وانا عشتك خداوة العمر بس باني بس بطل فضائح فيها بطل اضرب فيها مش دخيم الغريب يضربني وبهدين كل يوم كدة لازمي تهيبني رجالة مقومش من جنس ابنكي وانا ام من اهله كلهم يجي تهجيم عليها واندربونا عشان نخطيك انا عملتش فيك حي ما تزكيش عشان تعملي كدة مفيش واحدة بتجيبن رجالة غرب وتهجيمها على الوراة ابنها وخش على الوراة ابنها قاعدة بالترنجة ومشام بلا البنطون عليها بتخسل شقيتها بلمسا حيث يتخش عليها يضربها كل يومه التاني والجرجورها بهدومها الداخلية كده في الشرع وعايزوا يخليك بقلبوس ما فكرتش يا نورهان ان اني مت تقولها الكلام ده وجها اللي وجه؟ ما بتدينش فرصة ان اتكلم معايا نسا حاولت اصلا؟ حاولت كل ما اجي انيز عليها عايز اتكلم معايا كتساني تقول ندياهم واندربونا وبعدلني ومشتد ربسنية في الشارع وبعتقات عمل محضر كل مرة على كدة وبعتقات عمل محضر واني محبوسة ما بعملوش كده لا موجيوزة ما بجوزة ما بجوزة ما بجوزة ما بجوزة اكنهم ما يعرفونيقش يعني مش انت اللي بتنزيله تبدأي معاهه؟ وطلوهم عالرجال دي ست عشان ما يجي يحد يكلمه قوله احنا كنا معفلانة كنا معفلانة فلانة يلا تلانا معايا لخدات منها ده كلها اتهمات بدون اثباتات يا نورهان ماشا تقول الكلام بدون اثبات في كاميرات في الشارع ومستعدة لو حدد محامي بن حلالي افكير او يجيب امر من المركز انه يجي يجيب الفيديوهات دي من تحت الكاميرات دي ماش لما تكتوبه محضر بل انت بتقوله اصلا؟ ماش لقد قادر من المركز لماذا؟ عملا فيها اكتر من خمسة شار محضر وانا ما اكلمتها هاشت اتخيات عزالي وخدت حاشتي وضربون كزمان المبادلين فطالو عملا فيها احدا لانا اضربوها ومبادلها وعملا في احدا لانا سرق حاجتها من عكس اي شارت اطباخ وشارت حاجتي وشارت حاجتي خلينا بس في الاول يعني دلوقتي انت موقف زوجك عمل ايه؟ جزايا قولها عمل ايه؟ ورحبه ايه يعمل والالي اي شارت حاجتي حاببت انت كان في بالك لما هتتجاوزي؟ شارت حاجتي وهاناس هتنسان وهابعدو عن واسمين في حال لازمت ايه ان واحدة تقف تسقف لي عائدها في الشرعة و تقولي بتاع تلخلوة ايه باي اتقليش الالفاظ اتقليش اتبط بالفاظ خرجه وخلاص لازمه لايش حاجزة في الدني كيف حاجة الفاغيها ايه؟ طب والدك وكان من دوله؟ لأيке يدخلش؟ وحضرتك يا تلت اختكت اخي الصغير عام 16 سنة تتبلت عن نوة عايز تدروبها ونوة تهجي معه عايز تدروبها واخيه اسمه مزيش الروبع تلت تتبلت عن عائل الصغير فواحد دي لما يجي وقال عايز تتكلم وكده اكيده اطلع تتبلع ليه بقلوة اه بحاجة اكبر بس ما طلعوش مستاجم تقصودي ان والدك مثلا الان او خايف انه اجوة مش عايزين ندخلوه فوش كده زي كده بس ما طلعوش يغير بتدروبها ويمكنون عاون 16 سنة تتبلع عليه وعشي يتحبس اه سبب التصوير ايه انتي الغرض منه ايه غرض من التصوير ان انا اعيزا تتسكني في حالي عاش في حالي مش عايزة مشاكل كل يوم عايزها تبطل تتعامل محادر فيه ورا تبطل تتبلع علي هو ودل انا عايزة جزءك لما يشوف لو بيحصل ده بمماهو كوف ايه جزء مهم مشاكل دوله بتحصلش لو جزء موجوش في البيل قال لي انا محرج مش عارف اعمل ايه ما بين دي امي و انا مش عارف اتكلم معاه و حاولت كمرة قلت لها اعتبر دي بنتك اظن المكالمة كانت قدامك و انا محرج دي مراتي عايزة عيش في الحلال و ربنا غفور رحيم و انا مسامحها في اللفات اذا كان ربنا بيسامح احنا مش هنسامح حتى لو هي اخطأت انما انا مسدق انها اتخطفت و اللي حصل فيها ده غصب عنها انا مسامحها كان بحق فيها احنا لابد من ايه قلي 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 قلما كنت بتتفشي وتقعد قبلا فى المقابر ان انتي حصل لك ماث كلمتا صحيح او ايه فيها ان شوخ من تحتار انهم مش عارفين يعفين امي امي حاجي انت عايزة ايه نورهين نفسك ايه نفس النياد بطل تعمل فيها محاضر تبالي نفس النياد بطل تتبالي عليه هم من الصحيحة انك اتبالي تبطلت في ضحن في الشارع لسه بتعييرك بالليفات لسه الحديت مبارح لما تأهلها كلهم خوالها كلهم وغلات خوالها حارموا رجالة واللي تنموا عليها جرجيروا المفاقوا بهدرون في الشارع ودرقون شوف انت حضرتك وشي عامة في ايه بصي حضرتك وجسمي كلها كذلك ألفسي اللي السادة المسئلوني شوفوا جسمي بس وشوف ايدي بس من هنا شوف ايه صوابعي انا مش عايسة مش حملة انكم اليوم كده اتمنى ان حد من اهلنا في القرية روبا المعروفين بلد كويسة جدا ان حد يتدخل ويعقد جلسة عرفية ما بينكم ويتم الصلح ما بينكم لان لو المحاكم الموضوع يبقى صعب انت بتكتب محاضرية بتكتب محاضر وفي الاول وفي الاخر يا حماية كنت في منزلة بنتها يعني زوجة ابنها زي بنتها اتمنى ان يتم الصلح ما بينكم انا ما عملتش محاضر فايا المحاضرون دول عشانهم فايا ندربوني وبهدلوني اوي اتمنى ان تشاهدها مبارحة بس كل مرة بعملوا كلا بحبسونا عما يطلع تم المحضر ببهدلوني كل مرة تلموا علي الموضوع مين اللي بحبسوكي؟ ولاد خلتها رجال لا يحبسونا البوابة وقفوه البوابة وقعدوا قدام البوابة ما فيش غل مدخل واحد ومخرج جوا واحدة هو الببدئ وقعدوا والشوم وفي العواقات وفي العسيان ما بعملوش كلا لو جيسة مش موضوع بلتلي انا اللي بلفع ناسي لان هيا تقعد اي مؤرد يتقعد على الناس في البلد بيكون ردهم او ردها ايه؟ مش عايزة تقعد لان ما هاد يحددلي ما هادش يعمل لي قادة وراقض فيها ما هادش يقعد علي ما هادش مادش انا ابدأ بالفعل عليك لان احنا اتصالح مش عايزين فضائي مش عايزين فضائيا مش عايزين ان يوم الناس تسمح حزين وانا يوم الناس شمتنى فينا ونصر بنا من اليوم من يومنا مكبري فريدي ابنك لا تكون معي فريدي ابنك لا تكون معي هترجى عم وابنك يتجوز الوحدة وخش الوحدة تانية ويروه دمك عملا تسوت في الأوليات تفكر في نفسك حيث أنت عايزة تعيش في النور هل هناك أنت تتحدث عن حدثة أو كذلك هل أنت عايزة تعيش في النور اعايزة تعيش في حيالي أنا عايزة تعيبت خلاص من البهدان انت حضرتها انت شفت جسمي انا جسم كلهم ببهدل انا مش حملي كلهم بهدلة والتاني انا لو خدت خبطة في دماغي ميتة انت عارفة على الدماغ لو خدت خبطة في دماغي ميتة بحد الشر يبقى لازمتها ايه بطولة وطولة وكلهم يخشوا السجل لا اعتبروني بنتكم يا جماعة انا عايش لقو خداني لا حول ولا قوة تلا بالله يعني نورهان النهاردة سبب ظهورها انا كنت مستغربة لحياة من حياة في التصوير قالت انا مش عارفة اوصل لحماتي ولا في حد راضي يقعد معنا جلسات حرفية وهي رفضة ده كلام نورهان الرضي مكفوله الطرف التاني رسالتي ليها وسبب ظهوري ان هي ممكن تسمعني وتشوف اللايف ده انا طلع بتوسل اليها اعتبريني بنتك انا مغلطش اللي حصل غصبا عني حتى لو كنت اخطأت فربنا غفور رحيم اعتبريني اعتبريني بنتك واحتضنيني ونعيش ليكي تحت طوعك وتحت امرك زي بنتك ده كلام نورهان بتمنى ان حد من اهلينا من قرية ربع للمرة التانية يتم الصلح ما بينه معقد جلسة عرفية او ان محامية تطوع للدفاع عن نورهان ويقف معاها بقول لحماتك يا نورهان لان هي في حد تكلمني حقرد مكفول لها طبعا تطلع حضرت كان مستعدة ان احنا نتواجه ان احنا الاتنين في بس مباشر مستعدة لده او احنا الاتنين نتواجه في بس مباشر اصبها نتكلم وانا انا غلطانة لها تعمل اللي تعمل فيها وانا محضرتك على مش خايف لانا ما عملتش فيها حتى ايزيها هي اللي بتايزيها من اليوم ما انجي وزت ابنها ان فيك علامة مش راضي اقول عشان ما فيش اثبتاتي عشان جوز منع لانا من محضر بكيدي او حسن انت قلته لانا تصوير انا يا فروك انت لو عملت محضر انا لانا كانت كاملها في وزعها او انا 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 قد نتواجه انا لان محضر انا لا اعلم انا ولا انا استطيع ان انا انتم اطوفي او طفلي او طفلي طيب تمام عرضنا لكم المشكلة متابعة لان اعزائي متابعت القهلية لايف مع نورهان بنت مركز تيميل أمديد محافظة الأهلية متزوجة الآن في قرية الربع في البداية زي ما حضراتكم عارفين ويمكن سمعتوا القصة منها أن كان عندها بعض المشاكل وبعد طبعا فتح القضية والتحقيق فيها مرة أخرى من قبل النائب العام مشكورا جزيل الشكر ليه والمعاليه بعد استجابة لموقعنا الصغير المتواضع أن هو يستجيب لينا ويفتح القضية ويتم التحقيق فيها القضائيا لكن نورهان مش هتفوقت حاسم جدا للأسف الشديد وبعدها مش عارفين الحقيقة ما تبعناش مع المحامل كان تم إغلاقه القضية والله حفظها مرة تانية نورهان ظهرت وتجوزت عرفي وجوزها بعد أو هي بعدت العقد العرفي لوالدها وتم توصيق العقد من تحويله من عرفي لشرعي وتجوزت على صونة الله ورسوله أعتقدت أن بداه ألسنة الناس هتبعد عنها عيونهم اللي كأنها زي ما بتقول سهام مسمومة بتختار الجسدي وبيتهموني وبيقولوا لكلام أن الماضي هيتمسح بأستيكة وهعيش حياة جديدة في النور السيد ظهر معنا في اللاي في السابق وقال يا جماعة ربنا غفور رحيم وأنا بقول بلاش نعمل قضاء ونحاسب الناس ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحاسب بلاش نكون قضاء وجلدين في نفس الوقت حتى لو حتى لو هي أخطأت فربنا ليحاسب وللقضاء طبعا الكلمة الأولى والأخيرة والبت في القضية اللي مازالت يعني أعتقد قيد التحقق اتجوزت وقالت عيش في النور بتقول حماتي مش سايبان في حال حماتة طبعا بتقول العكس كل واحد بيرمي اللوم على الآخر أنا بتمنى أن يتم عقد جلسة عرفية من أهلنا في القرية الرابع أو من أي مكان وتم الصلح ما بين الاتنين والقضية دي تنتهي بقى أنا حضرتك أنا أقولت لك أنه مستعدنا لأنه يتواجهك بس مباشر ولو أنا غضطانة ولو حكم التصرف اللي تعمله معي أني مش هبس نشرف أنت واسكة في كلامك يا نور هاي أه واسكة في كلامك أني يا عنا فين حديده لقت 15 محتر ظلم من غير معامل بإيه 15؟ عاملة سرقة وعملة لنا كل مرة بتعدى عليها وبنروبها وعملة لها سرقة أنا بإيه لا سرقة عزالة تهجم عليها عاملة محاضر كتير أهل لك ده بس وحرام مش حرام ده أول ربنا هدي الحال يا بنتي وربنا يا رب يعني هقول إيه يدي لكم الحال ويوقف ليكم الناس اللي تدخل تتصالح أو تتصالح ما بينكم شكرا لدعم الكابتين نسرين الإنسانة المحترمة الخلوقة شكرا لتعلي أكب وليد شكرا لكل متابعين الأعزاب وطبيعة دقالية لايف أتمنى الموضوع يوصل ألينا في قارة الربع أتمنى الناس تشير لايف أول مرة بانطقها وأول مرة بطلبها لأن بجد من قلبي نفس الموضوع ده يتم إغلاقه بقى بخير ويتم الصلح ما بينها وما بين حماتها في جلسة عرفية وعلى أصول وعلى ورق وكل واحدة تاخد عليه شروط منع التعدي أنت تعيش يا نوران تحت جناحها تعتبرها والدتك أحاول الله يا ربي للدرجات أتعبت من المشاكل أنت من يوم عرفتك وانت متبهدلة من يوم عرفتك وانت متبهدلة أتمنى الناس تشير الليف على أوسع نطاق يا جماعة أنا أتمنى أن حد يتدخل ويحل القضية علشان خلاص سوف يتم إغلاق القضية نهائية بشكل عام بشكركم بشكركم جدا متابعين الأعزاء متابعين دقاهلية لايف شير على أوسع نطاق يا ريت سمع تمام أتم تشير أو مشاركة الليف على أوسع نطاق وتم الوصول طبعا لأهلنا في قرية ربع وحل المشكلة ما بينهم بشكركم جدا متابعين الأعزاء متابعين دقاهلية لايف في كل مكان وإلى اللقاء في تغطية جديدة انتظرونا في مزيد من تغطيتنا المستمرة داخل محافظة أهلية وربنا يظهر الحقيقة يا نورهان ويتم الصلح ما بينكم والمرة جانا شوفت بقى أنت وحماتك وانتو كويسين مع بعض يا رب يا بنت يا رب والله ما نش عايز أفضحني تكتب فكرت فعلا أن أنت جزك زي ما هو قال وعرض الفكرة علي وعليك أنه يكتب ابنك باسمه ونوية عيش معكم مش عايزة يعني ما يهلش علي يكتب له عين ما واش يبله باسمه مش قبلها لي مش قبلها لي مش قبلها لي انت حاولتك ترى عشان ابنك أصلا يتم نسبه لوالده لكن للأسف اللي انت عملته في الآخر ضايع الجاري والتعب كله بس برضك مش عايزة عين الناس كانت بتقول اي لابوك تلها وقت الودة تشيل عليك على ايدك مبسوط بهم معكمين داني اللي كنت مع قوية على طول في الغير بس رح معايب رح معايب كل جيت معايب احد المتابعين في تعليق بيقولك طب مطروحي انت وجوزك تعيش في بلد بعيدة لحد ما الامور تهدى الجوزك مش روضي مش روضي هو المشاهدة حالية بيقول انا مش هسيب ملكي هنا و هنا تقول لي و لو طلع مش هياخد مراسه معايب اخواته مش هياخله اعطاك لا هم أسان قالوا انت لكش ورث عني انت قلت لجد مبالح تقول له ايه تقول له امارش ورث في البيت مش ياخد برث في البيت البيت انا اكتره اتسوبيان الابوه منه ورث فيه مش ياخد الابوه فين الابوه فين الابوه متوفي من 2013 الابوه المتوفي من 2013 الابوه فين الابوه اكتر من 3 مليون الابوه فين الابوه اخدوه ومتلعش في ايه حتى لا لازم نجلسة عرفية وهي اللي تقدر البيوت وبعدين انا عايزة معالش هتكلم عاك في نقطة انا محرين مع بعض بس انا بقول لك عنها انا مش دخلي انه هو انت عايزة توضحي انه هو او ده كلامك انه هو بيتم مساومته ما بين انه هو يطلقك ينفصل عنك او انه هو ياخد مراسه هتاخو قدها متمسك بيها يبقى ملكش مراس عندنا ده كله عشان هي راضية ما يرفضة الجوازة مكتش راضية بيها عشان انا مش عايزين بيها مالك الشرب كيف تقول اتبخ الكسس عشان سوف اتبخ الكسس اتبخ الكسس اتبخ الكسس يحاول الامامة هي السبجان مساعدتنا خيرها قال لنا احنا للسادة امراضة طب والسبجان انت عاملة فيهم ايه؟ هم مش عايزين ومعارفين بالوضوع ده قالوا احنا مش قابلين مش قابلين مش قابلين مش هنقبل الواحد زيدي تعيش معنا في بيت واحد لا حاولوا لك وقتها الله بالله طب انتو في البيت وكل واحد قفل عليه باب وانا في الطرف فوق وقفل عليه باب تمام ربنا معاك يزر الحياة ويحل المشكلة بشكركم جدا متابعين الاعزائي وبالفعل انت اصفروا كل ما قفل اطلع تاني انت بالفعل اخدت جوزك وطلعت واشتغلته في مزرعة في سينا ايوه معاي ارقام الناس طب اللي رجعكو صحيح مهي الناس التسعت عنها وقالت ان كل يوم عاملة فيكم محضر كل يوم عاملة فيكم محضر فعلا نزلت في الاسبوع ديت عاملة فيه خمس محضر في اسبوع واحد في اسبوع واحد محضر بسرقة ازال محضر بسرقة قنبوبة محضر بتهجم عليها وحد بدربها خمس محضر متعددة وانتي كتبه فيها محضرين اثنين اول عن اخر لان هوا الساعة مضربوك محضر 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 تقيموا لحد يوم ودربوه وخوطوا قيتي بإزاز او ارهان تمام المنبارح هم حبسوني في البيت وطلعوا اخيواني حبسوني وفضلوا عديل بالشعوم والفاس يعني مش انت اللي نزلت لها يا نورهان لا لا أم الحابسويني حدثتني وعطوها عملت محضر وبعدما عملت المحضر وجدت السادجة من الشغل في قاية تلقى الجسم كله مشارشك دمه ودوم كلها طلين ما كانت تلبخهم في بطن ودربهم في بطن في الشارع الناس قالوا تلقى يا ابن دمهوته وانتك ترقى عمل فاو صوف اشتابني لو قاعدت في أي جلسة احنا مستعدين يا ابنة انتبعتنين بس حريب وقاعدين يطبطوا عليه مبارح وقال لي ما عليش استحملها بنت هي على طول كده هي طبعا بلاش تمام بلاش تقول لي ان هي معمك رمضان وياك تمام اتمنى ان حد الدخل ويحل المشكلة عرضنا ليكم المشكلة متابعين الأعزاء متابعين دقالية لايف بشكوركم وللقاء في تغطية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لك يا نورهام شكرا لك يا ابنة شكرا لك يا ابنة شكرا لك يا ابنة